اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة منخفض لضغط الجوي على الجنوب التونسي الجزائري هذا كلش الحركية العالية التي تطلب منها كل الانتباه والحذر خلال الفترات القادمة بالنسبة ليلة انتوقعوا تواصل الاجواء مغيمة جزئيا باغلب مناطق البلاد امكنت نزول بعض الامطار الضعيفة والمحلية بالشمال فيما يخص درجات حرارة ليلا فمن المتوقع باشتراوح من بين 10 ل 14 درجة بالشمال وبالوسط تكون في حدود 7 درجات بالمرتفعات وبالنسبة لمناطق الجنوب تتراوح الارقام من بين 13 ل 17 درجة يوم الغد ان شاء الله مازلنا معانين بالاجواء المغيمة باغلب مناطق البلاد امكانية نزول بعض الامطار ضعيفة بالجنوب وتقريبا درجات الحرارة باش تتواصل على نفس الواتيرة بالنسبة لحرارة القصوى يوم الغد نتوقع تكون في مستوى العشرين بتونس العصمة نتوقع و18 بجية وتن القبلي بنابل 17 بقليبيا 20 بزغوان و18 درجة ببنزرت بأقصى الشمال بمناطق الشمال الغربي تصل حرارة القصوى إلى 17 بتبرقة 20 بباجة 21 بجاندوبة تتراجع إلى مستوى 19 بسليانة و18 بالكيف بالنسبة لمناطق لوسط نتوقع و20 بتالة 24 بالقيروان بجية السحل 20 بسوسة بالمنستير 18 بالمهدية بعاصمة الجنوب بسفاقس وقرقنة 23 درجة بالنسبة لسيلي بوزيد نتوقع و13 و21 بالقصرين وبمناطق قل جنوب الغربي تصل حرارة القصوى المستوى إلى 24 بقفسة نتوقع تزيل 26 بتوزر 25 بيكبلي 20 بقابس وببقية مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيرة جربان نتوقع و17 درجة و21 بمندين 23 بتطوين 22 برمدى وظهور دوير رملية محلية ببعض معتمديات الجنوب بالنسبة للملاحة وسائل البحر يكون ثم تعلام بهبوب رياح قوية يهم منطقتين شابة وخليج جيب سريح تكون بقوة 7 من سولة بفور مايو عادل 28 الـ 33 عقدة بالنسبة لسوحن الشمالية منطقتين سيرات وخليج تونس سريح تكون في أغلبها الشمالية غربية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون مضطرب فقليل الاضطراب بالنسبة لخليج حمامات واجية السحل سريح تكون من القطاع الشمالي سرعتها من 15 إلى 25 عقدة والبحر يكون متموجة إلى مضطرب وبمنطقتين شابة وجربة وصولا إلى جرجي سريح تكون شمالية شرقية سرعتها من 25 إلى 30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب كالعادة نمتلكم بفكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعوسم الأجنبية سماء سافية بنواكشت 30 درجة أجواء نسبيا مستقرة بالمغرب الأقصى 18 بالجزائر العصمة 22 بترابلوس التقس مشمس بالنسبة لخرطوم نتوقع 33 درجة سماء سافية بالقهرة 25 بالنسبة لمدينة مناورة 27 35 بمكة المكرمة تقس مغيم بالدوحة بأبوذبي 23 24 بمسقة 22 بالكويت وببغداد سماء سافية بدمشق ببيروت وبالقدس الشريف 17 درجة وبالنسبة لإستنبول سحب عامة قليلة 17 بأوروبا نتوقع تزليل 18 درجة برومة 15 بفيانا أمتار ببرلين بجنوب وببريس 16 درجة 17 بمرسيليا 13 ببريكسيل وبشبه الجزيرة الأيبيرية نتوقع تزيل 19 درجة بمدريد و21 بلاشبونة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة بالنسبة اليوم الأحد نتوقع نزول الأمتار بالجنوب ومحليا بالوسط سحب عبر بمناطق الجنوب فيما يخص الجانب الحركي ريح تكون في أغلبها من القطاع الشمالي بالشمال وبالوسط الشرقية بمناطق الجنوب تتواصل قوية بالنسبة لمناطق الجنوب مصحوبة بدوير رملية محلية ومعتدة إلى قوية نسبيا ببقية الجهة البحر يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب ببقية المجالات البحرية والحرارة قصوى تتراوح من بين 18-20 درجة بالشمال بالمرتفعات وأيضا بالمناطق السحلية والأرقام تتراوح من بين 22-26 ببقية الجهة وتصل إلى 28 بأقصى الجنوب يوم الأثنين تتواصل مواشرات الأمتار بالجنوب وتشمل ليلا بعض مناطق الشمال بالنسبة لجنب الحركي طلب مننا كل اليقظة تتقوى فعالية الرياح الشمالية تكون قوية قرب سواحل ومعتدد داخل الولاد البحر يكون مضطرب لشديد الاضطراب وممكن سجدوا تراجع تفيف في درجات الحرارة معيدة شروق والغروب اليوم الغد شروق شمس بإذن الله يكون في الساعة 39 دقيقة وغروبه في الساعة 21 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات نذكركم بقنوات الاتصال الخاصة بالمعهد الوطني للرسل الجوي موقع الويب تبعثوا ارسالية قصيرة ولتصلوا برقم الموزع الصوتي 88 40 أربع أسفار أوقات سالة اليوم الغد السالة صبح بداية 13 دقيقة ظهر متصف النهار 37 دقيقة العصر في الساعة 48 دقيقة سالة المغرب في الساعة 16 و23 دقيقة وصالة عشاء بإذن الله في الساعة 47 دقيقة شكرا على حصم متابعة الاهتمام إلى اللقاء